وعلى هامش أعمال قيمة عمان الهيدروجين الأخضر وقعت وحدة أعمال الطاقة البديلة في أوكيو مذكرة تعاون مع مجموعة أسياد وأي بي مولر ميرسك وشركة سوميتومو كربريشن ميداليست لدراسة جدوى توفير وتزويد الوقود الأخضر في سلطنة عمان وتنص المذكرة على بحث الجدوى التجارية وتقنية لتوفير وتزويد الأمونيا الخضراء في ميناء الدقم أو ميناء صلالة بغرض استخدامها في تشغيل الموانئ كما وقعت وحدة أعمال الطاقة البديلة في أوكيو مذكرة تفاهم مع شركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو لدراسة خطة لتحقيق اقتصاد تدوير الكربون وتأتي المذكرة لتعزز الجهود الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وتوظيف تكنولوجيا الطاقة المتجددة للمساهمة في تحقيق سلطنة عمان الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ودراسة جدوى إنتاج الأمونيا الزرقاء في ولاية صورة